فعلا كما قلت أستاذ صباح غادرنا الحكومة في أكتوبر سنة 2019 وعندما تشكلت الحكومة سنة 2021 الجديدة كان لنا موقف مسبق هو أن لا نشارك فيها لأننا كنا نعلم أن هذه الحكومة من خلال قيادها ومن خلال من يشكلها لن تكون قادرة على مواجهة التحديات المطروحة وأتكلم بشكل موضوعي وبكل هدوء عن ذلك وانطلاقا من التزامات هذه الحكومة للتدكير بسرعة هذه الحكومة خدت عشرة ذي الالتزامات أساسية في تصريح الحكومة قالت بأنها ستصل لنسبة النوم سنويا 4% قالت بأنها ستحدث مليون منصيب شغل في أفوق 5 سنوات قالت أنها سترفع من نسبة تشغيل النساء من 20% حاليا إلى 30% في 2026 قالت بأنها ستبلور برنامج جيل التغطية الاجتماعية الشاملة والمعممة قالت بأنها ستخرج مليون أسرة مغربية من حالة الفقر أو الهشاشة قالت كذلك بأنها ستحمي وتوسع الفئات الوسطى قالت بأنها ستقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال أساسا أنها تأثر على الانديسجيني الذي يقص به هذه التفاوتات من 46.4% إلى 39% هذه أرقام الحكومة قالت كذلك ثامنا أنها ستعبئ النظام للتربية الوطنية باش ترفع المغرب إلى الروط بستين عالميا قالت أنها ستعمم التربية الأولية التعليم الأولي في الأطفال التي عندهم أربع سنوات وأخيرا أنها ستبلور طبع الرسمي الأمازيغية أرى نشوفه الآن نتائج بسرعة هذه نتائج مرقمة ممكن نختارها عاش هنا هذه الأطفال الرسمية في خمس سنوات في خمس سنوات أنا أعطيكم في خمس سنوات الأفق كذلك كيفاش يمكن يدار نسبة النمو 1.3% في سنة 2022 أحسن الأرقام الآن بالنسبة لسنة 2023 كتقول جوجل 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 في المياه ولا أعتقد أنهم غيروا يوصلوا لها بالنظر لترد الأوضاع على المستوى العالمي كذلك هذا العجز في الطموح ديال الحكومة غير يفقد المغرب 475 مليار درهم في هذه الأربع سنوات اللي كان يمكننا نجنيوها لو كانت الحكومة في مستوى التحديات اللي التزمت بها واللي هي التحديات المطروحة بالنموذج التنموي اللي كيوضع واحد الأفق ديال 2035 لاحظوا معي أن هذه الحكومة نسات شي حاجة اسميتها النموذج التنموي ما بقيتش تكلم عليه طيب ما بقيت حددو الممكن لا ودبالة بقيت ما قلت ولو أنا حتى نقول اسم الحالية بقيت قلت شنو قالوه وما كان قلت شنو هو الواقع ثانيا بالنسبة للشغل الاقتصاد الوطني تدمر فيه 24 ألف منصب شغل في سنة 2022 هم قالوا النبي أنهم غير يخلقوا 200 ألف منصب شغل كل سنة باش يوصلوا لذيك المليون منصب شغل أمن